طيب في كل الحالات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب باتش نوت 7.5 نازل أخيراً باتش نوتس طراحة مفاجئة فيلو 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 نرفات حلوة مش بطالة وفيلو تغييرات مرة كثيرة وتغيير على ايتمات يمكن يمكن نباقول باتش الـ ADC حبتين برضو لأنه زبطونا فيه شوية فـ It's really fun يعني أول شي بدينا في أتروكس قرروا إنه يعملوله أو مو ريوورك يعني ميني ريوورك كذا تبوا تقولوا لأنه أتروكس برا الجيم تعارفين لا في سولو كيو ولا في ناربل ولا في لويل ولا في إيل ولا في إيل ولا في أل سي اس ولا في أي مكان فقالوا خلينا نغيروا شوية حبتين إلين يعني يصير فايابل وأظن التأديرات هاد اللي يساووها عليه هتخليه يتلعب في سولو كيو مرة كثير مش في أل سي اس عشان خلوه شبه بروزري خلوه زي فيورة يعني طبعا كل الابلتيز حقته كانت أول لما يساوي الابلتي يخسر هلث شعلوها منها كلها خلاص نو هلث كوست على الكيو نو هلث كوست على الدبلو نو هلث كوست آم ولا بدل خمسة في المئة من كرنت هلث خلوها تلاتين هلث بس الإيه فهذا معناه مع سار يحتاج يشتري ايتم سستين من بداية الگيم وهذا برضو معناه في نفس الوقت انه ممكن سار يروح حبتين ويكون بروزر يعني ممكن يروح تيتانيك هايدرا ويسوي دامج مو طبيعي التعديلات اللي عدلولوا إياها الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ... نقصوها مركة اللي مثل خمسة وعشرين لمية وخمسين لمية وثمانين مية وعشرين هات لبل فليت قيم من مية وخمسين لمية وعشرين فهذا معناه قبل يعني كل اللي يحتاج يسوي خوش تيم فايت يموت يرجع يسوي ترجع يعني كل ديكتين ترجع مرتين وهذا حيخلي شوية او بي ليت قيم صراحة البلاد ما تغير ما تغير ما تغير ما فرقنا كثير الكيو حقته الباس دامج حقها علوه قل له بناحية خلوه بدل من سبعين لميتين وخمسين خلوه لعشرة مية وعشرين بس غيروا الريشيو بدل ما كانت زائد فاصلة ستة بونوس التاك دامج يعني من الآيتمز قلوها زائد واحد فاصلة واحد توتر التاك دامج يعني حتى انكلودين البيس دامج حقه فهذا بف على الكيو حقه مش نرف ويعبي البلاد بول حقه عشرين في المية الضود الدامج زود الهيل حقها من عشرين اربعين لتلاتين تسعين زائد خمسة في المية يعني زادت الهيل حقته مع انه شوف سالوا الهيل الهيل اللي لما انتضرب وزودوا الهيل حقه دا كان اقل من خمسين في المية شالوها ومعت فيه والتاك دامج حقه هالتلاتين زائد سبع خمسة بونوس التاك دامج يعني شوف هي تنرفت في البداية واتبف بفت لا هذا نيرف عامة على الدامج وبلس على الهيل فخلوه مرة سستيني خلوه زي فيورا خلوه فيورا بالزبط يا عيال يرجى هيلت بطريقة مرة وحش الدامج حقه قل شوية في بداية القيم بس الهيلت ريجين حقه مرة على الهيل خلو الكوست حقها بدل خمسة في المية من قرنت هيلت لتاتين هيلت نقصوا الدامج حقها حبتين وشالوا الـ وخلوها بونوس التاك ريجو فالباس دامج نقص التوتل دامج زاد يعني هذا بف على الـ الدامج حق الـ وسلو ديوريشن كانت في بداية القيم 1.75 نحن في القيم 2.75 خلوها ثابتة 2 وبرضو يعب البلدويل 20% برضو يعب البلدويل 20% فهذا معناه يكن بروك البلدويل حقه كل شوية بسرعة انتوا عرفين الباسيف حقها البلدويل وفي نفس الوقت يقدر يرجع هيلت مرة كتير وفي نفس الوقت مع السار يموت يعني حتى لو سار يموت يدير يرجع مرة بسرعة سيهم طوب كتير ما هنشوفه جنبل ما اظن هنشوفه جنبل عشان لسه عنده مشاكل في جلر وفي الجنبل ممكن نشوفوا في الجنبل حابتين بس حقه في الجنبل شويomi خربا فممكن نشوفوا كتير وممكن نشوفوا وممكن نشوفوا ممكن نشوفوا لما احد يجيله التيم يقدر يلحقه عشان عنده حقته لو اشترى يصير ممكن حتى نتكلم على طبعا عشان حق ممكن يتكلم على ام طبعا زي ما قلنا ممكن ترينيتي فورس عشان يشيل تاورز ببلاء ممكن ويصير ما يموت وبعدين ياخد تانكي ايتم بعدها وانتهينا فخلينا نشوف كيف كيف الفترة هادي تشوف تلاعب كثير ولا لا بعد كده فز سولوا بف على الكيو حقاته وزودوا الـ يعني الدامج حق الـ وقللوا قللوا وزودوا ما تغير الدامج حق الـ بس خلوا بدلا ما تجلس الـ 4 ثوانية تضرب صارت على 3 ثوانية يعني الدامج يصير يجيك عليها أسرع فاكرين يا شباب كان دائما نشتكي منه لما نرمي الالتي حقته الالتي المساعة حقته كبير اي احد يمشي على اي طرف على طول يصيد الالتي حقته ويقال وخففوها شوية فالمفروض انه سووا لها بالانس حبا بعد كده اللي غيروه في كندرت بس في الفاسف والتغيير حق اللي غيروه في الفاسف هذا ماهو التغيير الكبير اللي ممكن يخليه يرجع للجيم بس انه تغيير مفيد اعتبروه زي البفة البسيط طوه شباب ايش كان لو اخدت المارك هذا تجيب الستاكס حقتك فكانت كل 70 ثانية يجي مارك لحين كل 50 ثانية فكل 50 ثانية بدل كل 70 ثانية هذا معناه حيقدر يفرم الماركات حقته اسرع يفرم الستاكات حقته اسرع الفكرة منها انه كل 50 ثانية بدل كل 70 ثانية هذا باف بعد كده قالوا لك انواع الماركس كيف إيش إيش اللي يحدد أنواع الماركس هاللي تطلع إذا كان عندك صفر ستاكس الماركس دائماً هتجي في الريفت إذا كان عندك ما بين واحد ستاكس إلين ترات ستاكس هتجي الماركات هتجي في الرابتر في القرومب سوري في السكتلر في الرابتر في القرومب إذا كانت عندك ما بين أربع لسبع ستاكس هتجي في الريد في البلو في الكراجز وفي الولف الكريتر الكبير إذا كانت عندك أكثر من سبع ستاكس أو ثمانية ستاكس ثمانية بلس هتيجي في الريفت هارلد في البارون وفي الدريك وفي الإرددريك فاهمين؟ فتوزيع الماركس حقته فين تيجي الباسيف على حسب كم ستاك عندك في القيم فأنت المفروض تحفظ كم ستاك عندي أوه الماركات الجديدة الماركات الجاية هتكون بين المجموعة هذي من الجنغل فهذا إيش معناه؟ معناه الجنغل باس حقي إذا كندرت هيصير له طريق محدد أنا يهمني في البداية بس سكتل سكتلر لازم تروح على الريفر بعدين عندك سكتلر والرابتر والقرومب إيش معناها؟ يعني يا رابتر في الجهة الثانية تروح سكتل رابتر و اللي تروح سكتل قرومب في الجهة الثانية في البلو سايت بعد كده من أربع إلى سبع الكبار كلهم الكراغز البلو سنتنا البرام الريد هذي الريد وبعد كده الكبار بلس تمانية فالتعديلات هذه حلوة هترجوا حبتين مش هترجعوا للميتا بس هتديلوا شوية بف انه قدر يرجع يسوي ستاكاته مرة بسرعة بعد كده عندنا البلانك البلانك سووا لها زودوا الدامج على الكيو حقها مرة كثيرة على المينيونز 80% دامج تمين بدل 40% هذا معناها زودوا الكلير بوتينشيل حقها بس قافصوا ما الدامج حق الدابليو الدابليو كانت تسوي 85% ستسوي 40% النص بالضبط يا عيال اكشري اكتر من النص يعني شالوا الدابليو خلوها من 85% ل40% ونقصوا الريشو حقها من فاصلة 6.2% يعني ثلاثة اضعاف يعني بالنقص هذا والهت الدامج حقها اظن التغييرها هذه في البلانك حتخليها تطلع من الميتا نهائيا سيما سووا في كاسدين حتطلعوهم القيم الميميك دامج 125 برضو ال60 شوفوا النص بالضبط اكي ليش سووا هذه لانها خربانة مرة الحين وازن بيطلعوها بره القيم حبتين شوية لاني شوفوا كيف يقدروا يعدلوها بعد كده لوسين لوسين فاكريني شباب من يوم ما نقصوا الريش حق الكيو حقته وطلعوه من الميتا وحاليا بيحاولوا يدولوا حاجات يرجعوه للميتا حبتين طبعا الكيو الكاست تايم حقها كان 0.35 يعني لما يطلق الكيو حقته الكيو تاخد لها كده زي الكاست تضغطها كاست بعدين تنطلق early game زودوا الكاست تايم حقها late game طول هذا يبقوا يقووا late game حبتين طبعا هذه ما هتفرق معها مرة كثير واصلا تجريت سوي لها animation cancelled زي ما وريناكم يعني زي ما وريتكم كده مرة يعني سوي auto cue double auto على طول فما يفرق الكاست تايم هذا نهايان ولا هذا W نفس الشي نقصوا الكاست تايم حقها 0.25 عشان يقدرو يبقوك برضو تجريت تسوي دامج تك زيادة بعد ما تسوي بعد ما تسوي W حقتك من .3 ل .25 هذا ما هي رجوه الgame ما هي رجوه الميتة بس أقلها هي تديروا دفعة بسيطة عبتين بعد كده مستفورشن طبعا كل الـ champions حقون الـ ADCs حقون اللي ثالتي سووا لهم نير فعل عشان اللي ثالتي OP ما مسكوا اللي ثالتي items ولا اللي ثالتي stuff مسكوا الـ champions اللي رعبوا بليها الكيو برضو فصخوا أغمى الدامج حقها من 40 إلى 20 نص الدامج matching the first hit هذي الأول هت يسويها ونقصوا الـ bonus total AD ratio من 100% إلى 85% نقصوا الـ bonus AP ratio هذا ما يهمنا كثيرين لأنه ما تلعب AP بس برضو سووا لها نيرف 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 البونس can now critically strike البونسس اللي هي لما تضرب الكيو على مينيون بدين نروح على على champion فيه احتمالي أنه يشير crit إذا قتلت المينيون حيجسير crit 100% طبعا برضو ما لها أي معنى التعديل هذا لأنه champion هذا ما يبني أصلا crit وحتى مع التعديل هذه ما هيجبرني أنه أبني crit ما زال ما زالت تعتمد على حقتها ما زالت لازم تسوي الصلاة على النبي لازم تروح على ثالثة بل تغيير متخلف من مجموعة أخلف رينغر نقصوا الـ base armor حقه من 25.8822 هذا معنى قالوا ناس كثير يقدروا يتفاعلوا معاه في الـ early game ويضاربوا معاه ويقتلوا ما زلنا تعديل هذا في محله بس حاب لأنه رانقار في الفترة اللي احنا فيها يعني دحين بالذات احنا كنا في فترة كبيرة كنا نلعبه وكان مرة OP بعد الكم باتش اللي فاتت خفضوا شوية حاجات صار balanced والناس صار تعرف تلعب قدامه إلا لو اتفيض طبعا لو اتفيض ما له حال فهذه غفضت الـ early game potential حقه والـ W 100% master damage taken لـ 75% master damage Gray health conversion الـ sustain حقه في الجنجل برضو الـ sustain كان يرجع مية في المية من master damage taken لـ 75% قلل له sustain حقه نرفات بسيطة ما حطلوا من الـ game نزلته شوية قدام الناس اللي هما قردي صعبين قدامه وانا من يعرف ليش اللي شين جاد أسوه بس ما زال يتلعب وما زال كويس rise مسلسل النرفات على rise يستمر انه ما زال زي ما قلنا الباتش مول اللي فات اللي قبله التعذيرات اللي سووا ليها ما تفرق معاه ولا تنقص فيها اي حاجة نفس الشيء سووا مرتاحين الـ run prison خلوها من ثانية لفاصلة سبعة طبعا هذه ما هي الـ empowered هذه العادية الـ empowered ثانيتين وهذا المشكلة حقتنا معاه واحدة من مشاكله انه الـ W حقته لما تصير import لما نسويها الـ تسوي ثانيتين stun ثانيتين stun في لول هادي هادي عمر فاهم فما مسكوا الكبيرة ومسكوا الصغيرة فما لها اي معنى واصلا الـ stun حقته هادي انت ما تحتاجها إلا عشان تجيب بيها الـ الـ Q وبعدها تجيب الـ E flux فا I don't think this change له اي معنى بعد كده الـ cooldown برضه زود الـ cooldown حق الـ E حقه حبتين في الـ early game على اساس دي مانجهم مشكلاتنا ما أرائز الـ late game والـ over-towed damage لو وصل الـ late game مستحيل لا حد يوقفه ولا حد يقل يسوي له اي حاجة والمفروض هذا اللي يمسكوا فيه ويحركوا بعد كده فيروس زي ما قلنا السبب الـ light الـ champions اللي تمدوا على الآثارة الـ ADCs كلهم تقريبا نقصوا لهم الـ اللي سووه مع فيروس الـ ratio خلوها بدل 100 الـ 165 اللي 150 فالمية توتقردتك damage scaling with change with charge duration هادي خلو الـ late game حقه أضعف شوية يعني ما يفرق الـ 15% في الـ late game ما يفرق ما زال حتسوي ثلاثة مرات Q على واحد تقتله 15% is relevant هو already بيسوي over كل العدم تقدامه بالـ build هذا الـ change هذا ما حيغير فيه ولا شي زي ما هو يا شباب first tier S tier من top tier متا يتلعب برضو لثالثة بنفس الطريقة ما تغير ولا أولا حاجة زائرة بس غيروا الـ death animation حقها ما يهمنا الـ items blade of the run king قريبا تغيير شامل يعني دودوا الـ attack damage حقها 40 الـ combined cost كانت 900 3400 ده حين 800 3300 يعني نقصوا الـ damage نقصوا الـ requirement حقتها 100 نقصوا الـ attack speed من 40% إلى 25% دودوا الـ live steel لـ 15% شالوا الـ active الـ active تغيرت كانت الـ active تديك 10% من target max health as physical damage وتديك heal اوكي يعني تسوي damage 10% من maximum target health الـ health maximum حق الـ Adam يعني الـ health كان الـ health حقه 2000 تاخد 10% من 2000 اللي هي 200 وفي نفس الوقت تديك heal ده حين لا طبعا ده حين صارت تسوي 100 magic damage ففي عندك a bit of magic damage طبعا الفكرة هذي كانت غريبة شوية بالنسبة لي اللي ما شفتها بالذات انه هذي حتسوي nerf لـ champions مرة كثار بس برضه في نفس الوقت حتسوي nerf حتسوي buff لـ champions مرة طبعا الـ assassins حيصر لهم buff جزء كبير من الـ ADC زي إزريل حيصر له buff بسبة التغييره هذي لانه ما يحتاج الـ attack speed اي champion ما يحتاج الـ attack speed وياخد 100 damage ببلاش بزات في هيستفيد منها إزريل زد ممكن نقول طبعا إذا فين لعبتها لعبة 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 اللي هو البلد الثاني برضه مستفيد منها وشالوا الـ heal من الـ damage ما عد فيه heal لما نسوي الـ active حقتها كانت أول تهيل دحين ما تهيل بق ما يهمنا edge of night برضه غيروا حبتين فيها الـ shield duration كان يجلس 10 ثواني عليك الـ shield فاكرين الـ channel لما تشغلها هتجلس ثاني ونصف بعدها نشتغل ويجلس عليك الـ shield لعشرة ثواني لحين قالوا له خمسة ثواني إبوك تستخدمه في أوقات أحسن من أول كانت الناس من بدل تسويه وعارف إنه عشرة ثواني يطول فما يخاف فيروح يسوي face check يروح يخش في team fight وا 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 هكذا لتاك damage أصلا فإزفال شلفات نقصه من 60 إلى 55 وزودوا الـ active cooldown حقها الـ cooldown حقها من 30 إلى 50 لو لها كلا نرف الفكرة منها يبغوا الناس يقدروا يستخدموها بالطريقة الصحيحة ما أظن التعديل هذي حتى تدينا يعني حتخلي حتخلي الـ item هذي balance لأنه الـ item هذي لسه شوية مضروبة بس هم رايحين في الطريقة الصحية بعد كده الماستري سووا ماستري جديدة يا شباب شغالوا bond of stone وحطوا حاجة اسمه stone born packed الـ stone skin على طول تاخد 5% maximum health الـ health حقك ألف على طول حيزودك 5% زيادة طبعا وكل ما زاد الـ health حقك كل ما تزود لك your movement impairing effects effect marked enemy champions with an earthen rune that heals other allied champions who basic attack them for 5% طيب كيف نقول أنا Olaf رميت الـ Q حقي على champion أي ability تسوي impairing effect إيش عن impairing يعني تسوي slows تسوي stuns تسوي تاخير تسوي بروت أي حاجة من هدول حينحط عليه مارك أوكي المارك هذي أي أحد ثاني يضربه حيتهيل أهمين يا شباب الـ light champions ممكن أكثر من champions يسووا مارك يعني ممكن اتنين يكون عندهم الـ stone born فلو اتنين سووها حيختار حيهيلوا حيهيلوا الـ champions حيهيلوا الناس باللي عنده باللي عنده ماكسمم health أكثر يعني مثلا أنا أولاف عندي هذا الـ وفي بعدين ثريش طبعا ثريش ما ينفع ياخد هذي بس مثلا ثريش أخذ هذي أنا وثريش ضربنا نفس الشامبيون لما الـ allies أصحابنا يضربوا الشامبيون هذا حيتهيلوا من واحد مننا مش من الـ اتنين ما تستك اتنين مع بعض واحد مننا بس اللي حياخدها وحياخدوا من اللي الـ health حقه أعلى فسويت أي ability فيها أوكي يعني فيها تأخير آآ فيها slow فيها هايجي مارك على الآدم المارك يجلس أربعة ثوانية طبعا نكرر سوي له ريفريش لو سويت ability مرة ثانية المارك هذي أي أحد من الـ allies من أصحابك يضرب هيتهيل خمسة زاعد اثنين ونصف المية من your maximum health أوكي مع كل damage over two seconds على ثانيتين مش دفع واحدة هتجيك هتجيك على ثانيتين آآ وطبعا شاء له بوندوستونيش الـ death fire touch سووا لها نيرف مرة كبيرة صراحة طبعا احنا ما شفنا نيرف على جن عشان فيه نيرف هذا الـ death fire touch نقصوا الـ bonus AD ratio من 60% إلى 45% هذا نيرف مرة عظيم للجن ما حيطلع جن لانه زي ما نرفوا جن دحين برضو نرفوا الاثنين البقية اللي هم كلهم يعني في الـ top meter فقللوا الدامج حقهم بس كلهم الثلاثة باقين هم اللي حيكونوا في الـ top اللي ثالثي champions لسه ما زالوا حيبقوا هم على champions وما ظن حيتغير حاجة الـ warlord بلسة ولها remake وغيروها حبتين moving or attacking فاكرين الـ warlord كانت بس تعطيك 15% كانت 20% بعدين نزلوها 15% لحين خلوها تتغير كل ما تمشي زي الـ static shift تجلس تعبي 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 الان ما توصل 100% لو الضربة اللي هو الضربات اللي energized اللي وصلت زي ياسوي يا شباب ولا زي static shift ولا زي لما تمشي 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 تلفلف وانتا تضرب تجمع تجمع الانرجية الانرجية هذي اللي انتوصل المية لما انتوصل المية لما انتوصل المية لما انتضرب الضرب الجايحة تجيك وبعدين تجيك 30% movement speed 4.7 طبعا هذي مرة كويسة للكايتينج ومرة كويسة للشامبيونز اللي اللي يعتمدوا على auto attacks لاحظوا الـ live steel في لفل واحد واحد في المية يعني الـ early game assistين حقك السيء والـ late game assistين حقك مو طبيعي يعني وانتو تضربوا سويتا الـ energize ضربت live steel 50% انتو تضربة سويتها 1000 حجيك 1500 يعني فخربانا late game مرة سيئة early game هتقولولي هادا بوف ولا نيرف هقوللكم هادا نيرف لجميع في الـ early game نيرف لجميع اللي يعتمدوا على auto attack هذي من وجهة نظرة طبعا يمكن اكون غلطان انا فابغى اشوف ابغى اشوف الـ item هذي اجتسب انو اول كان مع كل ضربة تاخد 15% attack speed ها تاخد 15% live steel ده حين ما يجيك live steel نهائيا الين تضربوا الضربة الـ energize يعني السادسة السابعة يعني كل سادس ضربة يجيك live steel وجيك live steel واحد في المية بكر فيها كان يجيك 15 من كل واحدة ده حين يجيك واحد في المية من كل ستة فـ early game this is bad الـ movement speed utility انتو يعني في حالات كتير ما تحتاجها طبعا فمين اللي حينبسط من الـ bloodless هذي حينبسط كيت وحينبسط فين فين عشان late game يعني فين حياخدها عشان يوصل late game عشان يصير وحش وورد وحش هتصير شي مو طبيب بعد كده الساونر سبلز الاكزوست الاكزوست سوى فيها تعديلة يا شباب شالوا منها حاجتين الاكزوست كان فيها ثلاثة حاجات تنقص الدامج done من الادم اللي عليها الاكزوست 40% 40% سواء magic ولا physical في نفس الوقت تنقص الـ attack speed حقك 30% اللي انا حاطة له الاكزوست وفي نفس الوقت تنقص الـ armor والـ magic resist حقك 10% شالوا الـ attack speed modifier وشالوا الـ armor magic resist reduction هذا بفلي مين هذا بفلي كل الـ ADC لانه اللي تأثر اللي يحتاج الـ attack speed عامة عامة اكثر ناس هم الـ ADCs فلما انت تحط الاكزوست عليه ما يقدر يسوي الـ damage حقه الـ attacks حقته فكانت تأخرنا كثير بعد حين ما زالت الاكزوست حتتاخد ما زالت الاكزوست كل الناس حياخدوها ما زال ما حيتغير ولا حاجة بس انه اصلح للـ assassins اكثر من انه للـ ADCs فكل الـ utility supports هذا برضو نرف عليهم مباشر بعد كده recall animation ما في sizing اشكال tooltip our in-game tooltips to better match the visual تعديل على tooltips visual غير زبطوا اشكال عركات champions حينزلوا الـ ascension في عشرة يعني الـ weekend هذا والـ weekend اللي بعد وحينزل الـ Ascension CHAN begin ووكندين واربعض weekend ؟ لا weekend واحد معليش وكندين واربعض personas زي ما سووا في نفة بقفك صراحة عليه أي قيمة نازل الدراغن سوسرس جايرة والدراغن سلاير كزينزاو ودراغن سلاير بانثيون وكزينزاو كرومز وبكذا يا شباب خلصنا باشناو 7.5 لكم السحر العافية نشوفكم إن شاء الله في الباشناو السلجاي إذا كنت تحبك هذا يا شباب لا تنسى لا تنسى أن تنسى أن تنسى أن تنسى في تويتش يوميا الساعة 9 ونص بتوقيت السعودية شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة